نقابة صحفيين انتخابات على الأبواب وإن شاء الله يوم الجمعة بالجمال العمومية والإصراع أو تنافس محتدم والجماعة الصحفية هي كتلة من الكتل الوطنية المفروض تضرب المثل فيه العمل العام والعمل النقابي ودايما نقابة صحفيين بتمثل جزء حي من المجتمع زي نقابة المحامين وباقي النقابات التي يعني ينظر إليها على أنها نقابات حية كتلة حية احنا في القناة بنفتح أبوابنا للجميع بشكل عام لأنه ما فيش معركة انتخابية احنا شايفين فيه تنافس محترم المفروض يكون ولسنا مع أحد ضد أحد لكننا لكني شخصية أعلن بشكل واضح ودون موراة أني أحترم المشاهد بتاعي أنا نشأة دي باحترم المشاهد كل مشاهد قدامي لازم أحترمه وأنا ربنا حاسبني لو دحكت عليه أو لفيت ودرت عليه ما ينفحش أقولك إحنا فتحين بابنا لكل الناس أوه إحنا فتحين بابنا لكل الناس بس ما ينفحش ما أقولكش أنا توجهي إيه وانا عهدت من أول يوم هنا هو إن أنا بقول إن الحياد يبدو خيانة في بعض الأمور وبقول تاني إنه ليس عيبا مهنيا أن أفسح عن نوايا ليه؟ لأنه حضراتكم حضراتكم لما أنا أقولك أنا مع الاثنين وأشوفه وأنا يكون عندي هوا في نفسي بأعمله من وراك يبقى أنا بأخونك أخون المشاهد بتاعي أنا أعلن كما أعلنت من قبل في المرة دورة الماضية أعلنته أنني مع عبد المحسن سلام ما أدعمه ضد يحيق لاش لا أسباب أنا أراها صحيحة كان يحيق لاش ملموم عليه مجموعة من الاشتراكين الثوريين ضد الدولة فلذلك اخترت عبد المحسن سلام وباشكر عبد المحسن سلام من هذا الممبر النهاردة فيه ضياء رشوان ورفعة فياض رفعة فياضة رفعة رشاد رفعة رشاد ده من مؤسسة الأخبار مؤسسة قومية وضياء رشوان من الأهرام رئيس الهالي عمل السلامات أنا أدعم ضياء رشوان بشكل مطلق مع كامل احترامي لرفعات رشاد أنا أنا بتكلم عنه أشأت أدعم ترشيح الدكتور دياء رشوان لقيادة نقابة الصحفيين وبذكرهم جميعا إنه كان في يوم من الأيام الأستاذ الدكتور دياء رشوان داخل انتخابات نقابة الصحفيين ضد الأستاذ مكرم محمد أحمد من حوالي مثلا عشر سنين يمكن قبل 2010 وكان كل المجموعة اللي هم مع ضياء بيقولوا إيه؟ بيقولوا شباب إحنا كنا شباب بنواجه دولة بيكلموا على مين على ضياء؟ ضياء خسر بحوالي بحوالي 22 صوت في أول مرة وفي الأعادة بحوالي 780 صوت فكانوا الشباب حوالي ضياء بقولوا كنا شباب بنواجه دولة يعني كانوا بيبصوا على ضياء على إنه يعني هو أيقونة الناس التغيير بقى في الصورجية فين؟ في وقت مبارك وحركت بقى ساعة الحركات التورية والماد التوري وخلافها النهاردة ضياء رشوان وكأن أنا بقول وكأنه الأمور وصلت إلى أنه عراء الناس اتطبقت وعراء الناس مشت ووصل ضياء إلى هذا المكان أو هذه المكانة في المشهد الإعلامي والمشهد السياسي لما ضياء يتقدم النهاردة ما ينفحشي أقول أنه ضياء ده مثلا مرشح الدولة وضياء ضد ضياء طول عمره كان على الطرف الآخر من النهر لكنه كان رصين ضياءة العمر كان عنده رأي عنده رأي في الجماعات الإسلامية عنده رأي في الإخوان عنده باحث رصين يعني كان له تجربة فيه أسعب فترات مصر فيه النقابة التي تولها في مرحلة ما ودخل الانتخابات قدام رسو مكرم بمنتهى الاحترام النهاردة بيتقدم وأعتقد أو هذه معلومة لم يكن ضياء رشوان يعني بالبلد ملهوفا على التقدم للانتخابات وإنما الظرف الحالي حتى ما عليه أن يخد هذه المعركة بهذا الشكل أنا أدعمه بشكل واضح وبقول أنه أنا أراه هو الأنسب أراه هو الأفضل وأحترم الأستاذ رفعة رشاب وأحترم الناس اللي معاه وبقول الجمعية العمومية لها ما تشاء الماء الجمعية العمومية هي الكتلة اللي أنا أتمنى أن نقعد مع كل واحد وأقول له إحنا محتاجينك ومحتاجين رأيك وعايزين وعي وعايزين وعايزين نضرب المثل لكن أنا بتكلم بشكل واضح أنا بدعم ضياء رشوان بعض الأصدقاء في القيمة أنا معرفش كل الناس في الجمعية العمومية لكن أنا شايف أنه في ناس تستحق أن هي تكمل في ناس تستحق أن هي تنجح في ناس تستحق هنشوف وإن شاء الله قناة القائمة اللي جاية نتكلم